إفلان أصيب بجلطة فكلمة جلطة يعني كلمة صعبة وكلمة مخيفة يعني لا تقل أثرها في نفوسنا عن أنه واحد مصاب بالسرطان أو واحد أصيب من الأمراض الخطيرة فإيش هي الجلطة ومدى تأثيرها على صحة الإنسان هل إحنا بإمكاننا أنه إحنا بالفعل نقي أنفسنا من الإصابة من الجلطات اللي ممكن تصيب الإنسان أول شيء يعني لنعرفه أنه التجلط أو الجلطة هي حالة فيسيولوجية طبيعية في جسم الإنسان يعني نبسط المعلومات لقيت لما الواحد بنجرح بنزف صح؟ بعد شوية بنلاقي بدت إيش؟ يقول لك والله بدت الدم يتجلط عشان يوقف النزيف يعني معناته أنه الجلطة أو التجلطات هي بالأصل حالة فيسيولوجية أو بعض الأحيان ممكن يصير تلف في داخل جسم الإنسان برضو تصير نفس القصة التجلطات عشان توقف النزيف الداخلي ولكن إذا صارت عندي تجلطات أو الجلطات بدون ما يكون في عندي خلل في جسم الإنسان أو يحتاج أنه يتكون هذه الجلطات من هنا بتيجي المشكلة وبتيجي الخطورة في جسم الإنسان اليوم راح نحكي عن بشكل تفصيل عن جلطة الرئة وهذه برضو كثير إحنا بنسمع هذا الموضوع لو بنا نشوف زي ما قلنا الجلطة أو الجلطات الدموية هي عبارة عن مواد هلامية تتكون من الصفائح الدموية وهذه كلها بتشكل كتل عشان توقف النزيف زي ما حكينا طبعا الجلطات أنواع ممكن تكون الجلطة في الشريان ممكن تكون في الوريد ويعني لها أسباب وأنواع مختلفة ومنها يحتاج إلى تدخل جراحي سريع ومنها لا ممكن الطبيب يصرف أدوية مميعة للدم حسب الحالة وحسب مكان الجلطة وفي جلطة ثابتة وفي جلطة متحركة الجلطات المتحركة هي هذه الأكثر صعوبة وهذه اللي بتشكل خطورة على الجسم وعادة طبعا تنتقل من مكان إلى آخر طيب لو بنا نقول أسباب الجلطات بشكل عام بغض النظر الجلطة في الشريان أو في الوريد أو في القدم فبغض النظر عن نوع الجلطة ومكان الإصابة بالجلطة هل في أسباب للجلطات؟ طبعا في أسباب كتير منها أسباب وراسية إيش يعني؟ يعني التاريخ العائلي تبع الشخص هذا أنهم عيلته يصابوا أو يصابوا بجلطات هذا الشخص لازم يكون أكثر حرصا من الإنسان العادي ويتطمن على حاله باستمرار من خلال تحليل سيولة الدم وإلى آخره زي الشخص اللي عنده تاريخ عائلي للإصابة بمرض السكري أو الإصابة بالضغط فهذا الشخص بد يكون محافظ على حاله والشخص اللي عنده تاريخ عائلي بالسمنة برضو لأنه جزء كبير من أسباب السمنة هو الوراسة فبدي أنا أحافظ على حالي أكثر من الإنسان العادي طالما أنا عندي تاريخ عائلي للإصابة بهذه الأمراض من الأسباب أيضا للجلطات زيادة الوزن أو السمنة المفرطة السمنة المفرطة وبعض الأحيان بعض الأحيان بنلاقي إنه الشخص عنده زيادة في الوزن لكن ما عنده مشاكل بينما شخص ضعيف وأصيب بجلطة ليش؟ لأنه الشخص اللي عنده زيادة بالوزن الدهون رح تطلع برا تكون خارجية بينما وهذا برجع للسلوك الغذائي طبعا أما الشخص الضعيف وهذه نصيحة للناس لضعاف ما يفتروش كتير بالأكل ويعتقدوا أنه أنا قد ما باكل بنصحش لا الدهون ممكن تضل جوه ويكونوا أكثر عرضة للإصابة بالمشاكل الصحية أيضا التدخين التدخين ومن أهم مضاعفات التدخين الإصابة بالجلطات طبعا كل المدخنين عارفين هذا الكلام ياريت أنه الكلام هذا مش بس يمر علينا مرور الكرام لأنه الصحة أغلى ما نملك وبالذات الإخوة والأخوات المدخنين والمدخنات تدخين أثار السلبية مش بس صحيا ونفسيا واجتماعيا وسلوكيا بس المطلوب أن يتخذ الإنسان قرار بترك هذه العادة السيئة طبعا برضو من الأسباب ممكن تكون خلال فترة الحمل عشان هيك دايما خلال فترة الحمل لازم يكون فيه متابعة وبعض السيدات ممكن يصابوا بأنواع الجلطات أثناء فترة الحمل أيضا الجلوس المستمر لفترات طويلة بالذات الناس اللي بصابوا بكسور أو بتطروا أنهم يقعدوا أشهر على الفراش هدول برضو بدو يكون عندهم متابعة باستمرار التعرض للإصابة ببعض أنواع أمراض السرطان تناول بعض أنواع حبوب معنى الحمل التعرض لصدمات طبعا هنا بنحكي عن عامل نفسي شفتوا كيف يعني ممكن تكون أحد أسباب الجلطة ما إلها علاقة لا بالوراثة ولا بالنظام الغذائي ولا بأي شيء ولكن ممكن يكون السبب نفسيا نفسيا أيضا العمر بالعبدور بالذات كل ما كبر الإنسان بالذات فوق الستين بيكون أكثر عرضة مشاكل في جهاز المناعة التهابات مزمنة اضطرابات في تخصر الدم الناس اللي عندهم أمراض القلب والناس اللي بعانوا من ضغط مرتفع دائما في الدم والناس اللي عندهم الإصابة أو مصابين بمرض السكري هذول يعني دائما بدهم يكونوا على حيطة وحضر ويهتموا بحالهم أكثر من غيرهم أما بالنسبة للجلطة الرئوية أو ما يسمى الانصمام في الرئة وعادة هي بتكون متحركة متحركة هو عبارة عن انسداد في أحد الأوعية الدموية الرئوية الرئوية الرئيسية أو أحد فروعها نتيجة تكون جلطة دموية فبتحبس الدم الآن لما بتصير الجلطة خلاص ببطل فيه تدفق للدم ببطل وصول للأكسجين بصير فيه عندنا خلل في كل العضو فبيحبس الدم من المرور فبيصير عندي خلل في التغذية أو التروية الدموية لأنه الدم بيكون محمل بالغذاء والأكسجين إلى آخره فبروح هذا العضو ما بيصله لا دم ولا غذاء ولا أكسجين فيبدأ بالتلف وممكن يصل أنه هذا جزء خلاص يصير جزء ميت بنحكي عن الرئة أو أي عضو طبعا عادة بيحدث هذا الانسداد لما بتتكون تجلطات في أوردة الصاق احنا قلنا فيه جلطة سابتة وفيه جلطة متحركة عادة بيصير عندهم جلطات في الرجل وبتنفصل هذه الجليطات الصغيرة وتبدأ تنتقل عبر تدفق الدم في الشرايين فبتروح بتستقر في الشرايين الرئوية بتسبب انسداد كامل أو جزء لشرايين الرئة فهذه طبعا هذه الحالة المرضية ما في عمر معين ما في عمر معين ولكن الدراسات بتقول عادة بعد سن الستة وعشرين هم أكثر أو يعني الناس اللي بيصابوا بهذه الجلطات بيكونوا عمرهم فوق الستة وعشرين وأيضا النساء هي أكثر عرضة للإصابة من الرجال طبعا كمان زي ما حكينا المرضى الكبار بالسن اللي دايما قاعدين على الكرسي اللي ما بتحركوش اللي بيمشوش اللي بيلعبوش رياضة كل هذا برضو ممكن يكون أحد الأسباب المرضى اللي بيعملوا عمليات جراحية منها عمليات طبعا قيصرية ولسه في الفترة الأولى من الجراحة طبعا دول شيء طبيعي بيكون في لهم متابعة دورية مع الطبيب أيضا الستات اللي بتناول أحبوب منع الحامل اللي بتحتوى على هرمون الاستروجين برضو بحاجة إلى متابعة الناس اللي لهم تاريخ زي ما قلنا وعندهم تاريخ مرضي مسبق لإصابة بالجلطات وأيضا مرضى السرطان أعراض جلطة الرئة بشكل خاص في لها أعراض أول من طبعا مش الأعراض هذه معناته أن كل واحد مع عراض ممكن يكون معه جلطة لكن الأعراض مجتمعة منها إحساس مفاجئ بالاختناق فجأة تلاقيه حاس حلو مخنوق وفيش عنده قدرة على التنفس وبصير عنده ألم شديد في الصدر وبزيد الألم مع التنفس يعني كل شهيق بياخده بحس صدره بده يعني يتمزع وبصاحبه بجحة وسعال ممكن كمان يكون مرافق للدم يكون فيه دم التنفس بمعدل سريع يعني هو جاعت لجيه بالهت يعني هو ما بزالش حركة بس نفسه سريع بصير عنده زيادة في نبضات القلب وهذا كله ممكن يكون مصاحب لتورم وألم في السقين هذه الأعراض إذا الإنسان عانى منها للإحساس المفاجئ بالاختناق وعدم القدرة على التنفس الإحساس بألم شديد في الصدر وبزيد وقحة وسعال دموي تنفس بشكل سريع زيادة في نبضات القلب تورم في السقين ما يستناشع حاله يجب أن يذهب إلى الطبيب بشكل سريع طبعا العلاج بشكل عام في هذه الحالات بنعطى أدوية اللي هي مضادة للتخثر أو تجلط الدم منها طبعا علاج الهيبارين ممكن بعد هيك انتقل للوارفارين وكل هاي الأدوية الهدف منها تحليل هذه الجليطات أو الجلطات ويصير في عندنا ميوعى في الدم طبعا في بعض الأحيان في بعض الأحيان ممكن أنه يصير فيه تدخل جراحي حسب الحالة وممكن برضو يحتاج هذا المريض بيطاعه إلى الأكسجين إلى آخرية يعني هذه بشكل عام بشكل عام موضوع الجلطة بشكل بسيط لكن هل ممكن أنه نقي أنفسنا من الإصابة بهذا المرض أو الجلطات هذه زي ما حكينا أنه هل ممكن أنه نقي أنفسنا من الإصابة بالجلطات بشكل عام طبعا أول شيء في عندنا عدة أمور لازم الإنسان يعملها عشان يقي نفسه بالذات زي ما قلنا الناس اللي عندهم تاريخ عالي أو معرضين للإصابة بهذه الجلطات أول شيء الجانب النفسي زي ما حكينا أنه من أسباب الجلطة التعرض لصدمة أو لخبر مفزع أو لخبر سيء ممكن يؤثر على الإنسان سلبا ويعمل له جلطة فالعامل النفسي وبناش نقول الراحة النفسية لكن يعني الإنسان جد ما يقدر جد ما يقدر يكون نفسيا مرتاح ويكون فاهم أنه فيش إيش في الدنيا هذا مستاهل الواحد يزعليه وإحنا بشر طبعا بنمر بمواقف بمر بظروف يعني بيزعلي الإنسان فيها ولكن لازم يعرف أنه صحته بالدنيا صحته بالدنيا يعني لا سمح الله أي إنسان فينا لو أصيب بمرض جلطة أو غيره ما حد رح ينفعه حتى أقرب الناس إلو مهما كانوا مقربين لأنه لا يشعر بالألم إلا من يتألم ولا يشعر بالأي إلا اللي بقولها فقديش رح يكونوا الناس اللي حولنا متعاطفين لكن إحنا اللي بنعيش الألم هذا بإمكاننا أنه نتجنب أنه نصاب بجلطات وبأمراض من خلال أنه نحن نحاول دائما نريح أنفسنا ونكون علنا علاقة مرتبطة مباشرة مع الله سبحانه وتعالى عشان هيك درسات دائما بتقولوا الناس المؤمنين اللي علاقتهم مرتبطة مع الله سبحانه وتعالى هم أقل إصابة بهذه الأمراض لأنه موكل أمره لله وهنا ما بحكي عن التواكل ولكن بحكي على التوكل أنه الإنسان بيعمل اللي عليه وفي الأول والأخير الله سبحانه وتعالى يقدر كل شيء لكن الإنسان يضلو يحط هموم في قلبه ويفكر ومش عارف إيش ويجسم ويضرب وفي الآخر هيلاقوا عمره راح وصحته راحت هو في الهم والحزن لكن الإنسان دائما يقتنع لازم الإنسان يكون عنده قناة عنه الله سبحانه وتعالى ما خلق الإنسان عشان يعزبه وكرمنا بني آدم الله سبحانه وتعالى أدانا كرامات كثيرة وكرم الإنسان بالصحة وبالعافية بكثير يعني الإنسان يطلع في حاله وهيلاقي حاله أحسن بكثير من غيره فدائما نحاول أنه إحنا نقوي من أنفسنا ومن نعزز الطاقة الإيجابية الموجودة عندنا الشيء الثاني عشان نقي أنفسنا من هذه الأمراض ومنها الجلطات ممارسة الرياضة ممارسة الرياضة ممارسة الرياضة البسيطة لو ماشي أبسط الرياضة هي المشي إنه أنا أمشي كل يوم من نص ساعة لساعة مش كل يوم تلات أيام بالأسبوع يعني إيش أنا بقدر أمشي أمشي أطلع على الشغل ماشي بديش أركب سيارة بمشي أروح ماشي يعني هذه الأمور البسيطة اللي إحنا بنستهين فيها لكن هذه بتحرك الدم بتحرك الدورة الدموية بتنشط الدم بتساعد على التروية الدموية في كل أنحاء الجسم كمان التنفس الصحيح إنه أنا أصحى الصباح أستنشق هواء أدخل جسمي الهواء الأكسجين النقي وأحبسه شوية وأطلعه هذه برضو سلوكيات بسيطة لكن لها أثر رهيب على جسم الإنسان أيضا التغذية الصحيحة الأكل الصحي نحاول نبتعد عن الدهون وطبع هنا في ملاحظة بيجي بيقولك فلان طول عمره يعني زمان كانوا بفتوا بالزبدة زبدة البلدية طبعا وبيأكلوا الدهنة وما بنشوف ما كنا نسمع عن الأمراض اللي إحنا بنسمعها اليوم يعني هذا الكلام صحيح ولكن ما بنفع نقارن ونعمل نقطة نحط نقطة لأنه في عوامل وفي طبيعة حياة مختلفة زمان يعني معظم أكلهم كان طبيعي يعني زبدة البلدية وزيت الزيتون وغيره ولكن كانوا بيمشوا بتحركوا كانوا بتحركوا بيمشوا أجل واحد بيمشيله في اليوم عشرة كيلو هذا زمان مشاش يعني أجل الشيء بيمشيله عشرة كيلو اليوم إحنا في الأسبوع الواحد بيمشيش خمسة كيلو مش في اليوم فطبيعة الحياة زمان كانت مختلفة وكان في راحة ما كان في ضغط نفسي زي اليوم كانوا الناس عايشين على الحياة البسيطة والحب موجود والخير موجود وإن كان هو موجود حتى الآن ولكن طبيعة الحياة اختلفت كان فيه ماشي كان بيطلعوا اليوم كله قاعد في البيت وماسكي الجوال على الواتساب على الفيسبوك بحجة فيش وقت وتعالي طلع يمشي لا معيش وقت بينما بيقعد له على الفيسبوك ساعة أو ساعتين ويقلب نفس اللي قرأهم بيرح بيقرأ اليوم والفيسبوك نفسه أصلا بيسد النفس يعني بتفتح للواحد الصفحات فلان مات فلان مش عارف إيش يعني ما فيه أخبار سبحان الله يعني بتبسط يعني فهذا كله بتعب نفسيا لكن زمان هذا الشيء ما كان موجود زي هلقيت زي كل الدنيا نقعين حالهم في الشمس الولاد الصغار بلعبوا في الحارة وين لا فيه حارة ولا فيه أشي كله قاعد في البيت يعني ها اليومين الحجر هدول يعني الحمد لله منيح سرواحد أي شيء طلع يمشي يعني الخميء الجمعة والسبت كان قاعد في البيت هلقيت بيطلع يمشي فالموضوع الرياضة والمشي واتباع النظام الغذائي مهم أنه بيقل إنسان من الإصابة من الجلطات وطبيعة الأكل زمان تختلف عن اليوم فعشانك ما بينفع انقارن زمان باليوم ما أحد يقول لسيدي كان يفت بزيت الزتون إن شاء الله بس تطلع تمشي زي سيدك مش فت باشرب زيت الزتون شروا ما أحد يقول زمان كانوا بيحشوا الزبدة البلدي بسندودشات أوكي اشتغل زيهم اطلع زيهم ما في مشكلة يعني الإنسان اللي بيبذل جهد وبيشتغل ما في مشكلة عليه من الزيوت الطبيعية ولكن المشكلة في الحقيقة مش في الدهون والزيوت الطبيعية المشكلة في الدهون المهدرجة اللي كل أكلنا أو معظم أكلنا يحتوي على دهون مهدرجة الشوكالاتة فيها دهون مهدرجة الوجبات السريعة دهون مهدرجة كل هذه إحنا بنا كلها تحتوي على الفيتا جبنا الفيتا هذه الدمار المستوردة هذه كلها دهون مهدرجة وأسوأ أنواع الدهون ففي المحصلة الإنسان إيش هو هي عملية تراكمية يعني الجلطة هي تبدأ بنقطة بجليطات وتبدأ بتكبر بتكبر لعدما الإنسان يعني فجأة يقع فالإنسان لازم يقي نفسه لأنه درهم وقايا خير من قنطار إلى